موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم قطاع الثروة الحيوانية بيعتبر من أهم القطاعات ذات التمييز والإمكانيات التنموية الكبيرة الدولة المصرية بتهتند هذا القطاع من أجل تحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي إحتياجات السوق المحلي كذلك بتستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال القطاعات الإنتاجية بالمزارة وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض كان هناك اهتمام بإنشاء معهد لبحوث صحة الحيوان من أجل تنمية الثروة الحيوانية خلينا نتعرف النهاردة على هذا المعهد والهدف منه وما يقدمه من خدمات مع الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص المعملي وصحة الأغذية دكتور عصام بنرحب حذرتك معنا على شاشة إني للأخبار أهلا بالسلام وحيك كرام خلينا في البداية نتعرف على نشأة هذا المعهد الحقيقة معهد بحوث الصحة الحيوانية هو أحد معاهد مركز بحوث الزراعية المعهد معهد بحوث الصحة الحيوانية أنشل سنة 1904 المعهد ده كان فيه هدف من إنشاؤه الهدف من إنشاؤه هو حماية الصرور الحيوانية من الأمراض وكيفية مقاومة انتقال بعض الأمراض أو الأمراض الوبائية وكذلك الأمراض العابرة للحدود كمان فيه هدف تاني وهو الحفاظ أو حماية الإنسان حماية الإنسان من الأمراض المشتركة النظر فيه حوالي تقاطى من 220 مرض أو ميكروب ينتقل ما بين الحيوان والإنسان زي مثلا بروسيلا وزي المرض السل وزي المرض السعار وغيره من الأمراض دور مع المخصة الحيوانية هو الكشف عن تلك الأمراض وبالتالي هو دي دور في حماية الصحة العامة أو حماية الإنسان من انتقال هذه الأمراض كمان حماية البيئة حماية البيئة بأن أنا بحافظ على البيئة من أنا بأعمل بعثة الحيوان بيقوم برصد لو فيه أي مخلفات موجودة من المزارع وبتنتقل تنتقل هذه المخلفات لو هي ما بيتمش متابعة المتطلبات الأمان الحيوي في التخلص الآمن من هذه المخلفات ممكن تنتقل عن طريق البيئة عن طريق الهواء تنتقل طبعا لأماكن أخرى وبالتالي دي دور مع المخصة الحيوانية في أنه هو يحافظ على البيئة كمان فيه نقطة ثالثة هي أننا بعد صحة الحيوان بيساعد في توفير عاليئة متزنة وعاليئة صحية للحيوان وده من خلال الفحص اللي بيتم على مكونات الأعلاف والتعرف لو فيه سموم فطرية موجودة أو فيه نقص بعض العناصر زي البروتين أو غيره وبالتالي بيأثر على إنتاجية الحيوان أو الطائر كمان من ضمن الأهداف بتاعة مع المخصة الحيوانية هي الأدوية المتدولة في السوق الأدوية المتدولة في السوق النهاردة ممكن تكون بعض الأدوية تم تركبها محليا وبطريقة غير آمنة ويتم توزحها فبالتالي دي ممكن تأثر لي على الحيوانات المريضة وتزود من الإجراء المرضي أو البعد المرضي للحيوان وبالتالي بتفقد لي كتير من الصراحة الحيوانية في معاة صحة الحيوان يتم فحص هذه الأدوية ومطبقتها للصلاحية باعتها هل هي مطبقة ولا غير مطبقة كمان الأغذية النهاردة لما يكون معها بخصة الحيوانية هو مسؤول كأحد ركائز فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني في مصر النهاردة فحص الأغذية النهاردة محتاج أن أدي غذاء آمن للمواطن المصري الغذاء مش موضوع أن أنا بوفر غذاء لكن أنا بوفر غذاء وغذاء آمن للمواطن وده مش هيتم إلا بالمتابعة الدورية وده بيتم داخل المعهد بخصة الحيوانية بيتم الفحص للأغذية من خلال الأقسام اللي موجودة في المعهد إحنا عرفنا أنه هم عشرين قسم خدمات المختلفة غير اللي حضرتك دفرتها تمام هي طبعا المعهد بخصة الحيوانية هو ليه 14 قسم بحثي داخل المعهد إضافة ليه 12 وحدة تخصصية إضافة لذلك 37 معمل فرعي متوزعين على مستوى الجمهورية لو بصنا للأقسام الموجودة داخل المعهد عندنا أقسام متنوعة بنغطي كل التخصصات اللي هي بيحتاجها علشان أقدر النهاردة أقول أنا بحمي صروح الحيوانية أو بحمي صحة الإنسان طب بحميه إزاي إلا إذا وفرت وسائل تشخيص تقدر أنها تتعرف لي على المشاكل دي وتقدر أنها تحط الحلول لحد من انتشار هذه الأمرار وده بيتم حقيقي في معهد محوص الحيوانية في موجود داخل معهد سعاد الحيوان في قسم للفيروسات في قسم البكتيريا مش بس قسم البكتيريا لا ده أنا النهاردة عملت بنك كمان بنك للأترات البكتيرية وبنك للأترات الفيروسية البنك ده ليه وظيفة أنا النهاردة كما يكون النهاردة فيه مشكلة حقلية موجودة وتم التعرف على المسبب المرضي ببنقافش على التعرف على المسبب المرضي لا ده نبا بنوصل في معهد سعاد الحيوان بنوصل بأن احنا نعرف هل فيه تحورات موجودة في هذا الميكروب ولا لا وبنعمل تحليل جيني بهذا الميكروب وبالتالي النهاردة بقت عندنا معزولات موجودة المعزولات النهاردة بقدر أستفيد منها في إنتاج لقاحات اللقاحات دي أحد وسائل الدفاع أو المكافحة أو السيطرة أو برامج السيطرة على الأمراض داخل مصر وهل ده سعيدكم أن تقدروا تسيطروا على نسبة انتشار بعض الأمراض الوبائية عن الصادق ده بالفعل حقيقي بالنسبة لو احنا بصينا حتى في الفطرة الأخيرة الحمى القلعية الحمى القلعية النهاردة حالات نادرة من الحمى القلعية بدأت تظهر أولئلة جدا ده ليه لأنه هو بيتم التحصين بصفة دورية النهاردة ما بقيتش النهاردة بقى فيه تسجيل وفيه ترقيم وفيه متابعة للتسجيل والترقيم وبالتالي في التحصين بيتم ثلاث مرات في السنة والنهاردة أقدر أن أنا أقدر أتابع كمان الحيوان المخصن بتابع المستوى المناعي بتاعه وبقدر أتعرف على أنه هو قادر هذا الحيوان أنه هو يصد هذا الميكروب وبالتالي النهاردة أنه ما بيقول أنه هي في حد جدير للإنتشار مرض الحمى القلعية الحقيقي ده هو ده قاسة في الفترة الأخيرة نفس الكلام بالنسبة للإنفلوانزا الفلوانزا النهاردة محدودة جدا للغاية حالات الإنفلوانزا بالنسبة للدواجد أيضا فده برضو بمجهودات وزارة الزراعة من خلال التحصينات اللي بتتم دكتور عصام بالنسبة للبحث العلمي في مجال صحة الحيوان مساهمة المعهد في تطوير هذه الأبحاث اللي بيقوم بها البحثين الحقيقي المعهد صحة الحيوان هو زي ما قلت حديثة هو أحد معاهد مركز بحوظة زرعية فحنا لدينا دور بحثي والدور البحثي لمعهد صحة الحيوان بتناول لحقيقي كافة الموضوعات الخاصة بالثروة الحيوانية بالنسبة لنا في أوفماعة صحة الحيوان ما تتعامل أبحاث لتقييم بعض أن أنا أشوف المعزولات الموجودة وأشوف التحورات اللي بتتم في هذه المعزولات وقدر أقارنها بالمعزولات السائدة في الفترة الأخيرة والمعزولات والأترات الموجودة داخل الرقاحات ده أحد نتائج البحث العلمي في حياة كمان أن أنا النهاردة أشوف بعض الحاجات اللي ممكن أضفها على العليقة تزود من قيمة الغذائية للعليقة وبالتالي بتزود من القيمة الإنتاجية للحيوان أو للطائر وده بيتم الحقيق في داخل مع المحصح الحيوانية حاجة الثالثة النهاردة في نسبة لحتى الأسماك الأسماك النهاردة عندما يطلع مشروع من داخل مع المحصح الحيوانية أن أنا أقدر أعمل متابعة لأحواض السمكية الأحواض السمكية نهاردة للأسماكي هو أطور 80% النهاردة من داخل الأسماك في مصر فالنهاردة أن أنا أطور وأن أنا أعمل متابعة لهذه الأحواض السمكية أو أحواض للأسماكي فيه سيستم يتعامل السيستم ده تعمل في أحواض زوجية في الأول السيستم ده بمتابعة أن أنا أقدر ممكن أتابع فيها الدي اتش ممكن أتابع فيها نسبة الأمونيا ممكن أتابع فيها نسبة النايتريت والنايترايت وأقدر أتابع فيها حتى العليقة الموجودة داخل الحوض وبالتالي هذا السيستم بيكون مرتبط بسنسورز معينة اللي بتكشف عن هذه العناصر وهذه الشبكة مرتبطة بالحلول المطلوبة الحلول المطلوبة بالنسبة للبي اتش الحلول المطلوبة بالنسبة الأمونيا إزاي أعالجها نفس الكلام بالنسبة العليقة توفرها أو أن أنا أعدل بعض أنواع العليقة وده انتقل من حوض زجاجي داخل معاة صحة الحيوان تم بالمشاركة أو بالتعاون مع الكلة الهندسة جامعة إن شمس إلى النهاردة بدأ تطبيق حقلي تطبيق حقلي في أحد مزارع شركة القناة السويس للسزراع البحري الحقيقي فيه تعاون ما بيننا وما بين معاة صحة الحيوان وما بين الشركة والنهاردة بدأت تخرج التجربة من نطاق إنها تبقى تجربة بحسية إلى تطبيق فعلي فده الحقيقي برضو أحد المتائج للبحث العلمي داخل معاة صحة الحيوان الـ 2500 دولم فيهم لا يقل عن 2000 باحث حاصلين على الدكتوراه أي النهاردة ما بحثوا على الدكتوراه مشوار البحث العلمي مشوار كبير طبعا ببدأ بالمجسير أو بنتهي ما بش بنتهيش بالدكتوراه المجسير والدكتوراه هما البداية لكن بستكمل لغاية أبحاث إيه البحث اللي بتتم بعد كده طيب الأبحاث دي أو الرسائل المجسير أو الدكتوراه النهاردة متوفر داخل معاة بخصة الحيوانية متوفر وسائل التشخيص ومتوفر وسائل إجراء البحث العلمي داخل هذا المعهل دي نقطة مهمة عندنا مبنى لحيوانات التجارب موود فده بيسهل كتير عندنا معازل بالنسبة للدواجل أقدر أعمل التجارب بتحقيق صفة آمنة وداخل متوفر لها متوفر لها متوفرات الأمان الحاوي داخل هذا المعازل فبالتالي أنا بوفر للباحث أنه هو يقدر يقوم بعمله ده حاجة تانية أن احنا حتى التعاون مع الباحثين من الجهات المختلفة حتى بنعمل نسبة خصم حتى في الفحوص اللي بتتم بتوصل لتقريباً لحوالي 50% من الرسوم بتاعة الفحص ده برضو تشجيع للبحثين بأنه هو يقدر يعمل البحث العلمي بتاعه كمان عملنا معامل تجريبية داخل معه بقصة حوالية عملنا معامل تجريبي النهاردة الباحث اللي هو بعمل ماجستير أو بعمل دكتوراه أو بعمل بحث علمي يقدر أنه هو يجي المعمل بتاعه ويقدر أنه هو يعمل التجربة بتاعته داخل المعمل التجريبي ويطلع نتائجه ويستفيد منها إحنا بنجمع بقدر الإمكان كل فترة يعني كل فترة ربع سنوية بنجمع نتائج هذه الأبحاث على أساس النهية بنشوف إيه هي المردود الاقتصادي والمردود المجتمعي من هذه الأبحاث وبيتم مخطبة المركز بنتائج هذه الأبحاث كمان لدينا تعاون مع جهات متعددة زي مثلاً جمعية الإنبال اللي هي جمعية مربي الألبان ورطة الجموس وغيره والتحاد العامل ومنتج الدواجل الحقيقة فيه ترابط ما بيننا وبينهم وبيبقى فيه تواصل بالنسبة لنتائج البحث العلمي معاهم بالسمرار واستقبال الحالات أو العينات من أي حالات مرضية ومناظر المزارع دي ووصف الحلول المناسبة لموجهة أي مشاكل ممكن تعرض لها هو تم مؤخراً الإعلان عن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل معهد بحوث صحة الحيوان ده بيمثل إيه وإيه هي أصلاً المعايير الدولية في التقييم تمام الاعتماد الحقيقة هو هو يعتبر الاعتماد هو أنا بنظم شغلي تنظيم للعمل ده الاعتماد الاعتماد هو تنظيم النهاردة بعمل لشغلي بعمل للنتيجة اللي بتطلع من عندي بعمل متابعة وأنا بشتغل النهاردة في قلب ما أعمل لكن ممكن جداً يكون الجهاز اللي أنا بشتغل عليه مش سليم أو ممكن يكون الباحث أو الأناليس اللي هو الدكتور أو التكنيشنز اللي شغال ممكن ما بقديش بكفاءة طيب الاعتماد علشان يتم بيتطلب مني ثلاث حاجات بيتطلب مني أن يكون الرجل اللي بيشتغل ده على كفاءة من شغله أيوة وده بيتم إزاي؟ بيتم من خلال التدريب ومن خلال التقييم تدريب مستمر تدريب داخلي أو خارجي وده حقيقي بيتم داخل معد بحصة الحيوانية عدين عدد كبير من الباحثين تم تدريبهم في الخارج في أمريكا أو في الاتحاد الأوروبي أيوة وفي الصين وفي اليابان وداخل مصر كمان في تقييم دوري لأداء الباحثين أيوة دي حاجة الحاجة التانية الأجهزة الأجهزة لازم يتم معايرة الأجهزة وده بيتم بصفة دورية معايرة هذه الأجهزة أيوة لا ده الأكتر من كده احنا عملنا وحدة للمعايرة وتم اعتمادها داخل معد بحصة الحيوانية لتبقى متابعة لمعايرة هذه الأجهزة علشان أضمن كفاءة هذه الأجهزة في النتائج اللي طلعت كمان الحاجة التالتة النهاردة بعمل حاجة اسمها اختبار كفاءة النهاردة ما فيش حاجة اسمها إن أنا أخش أشتغل وأعتمد بدون ما أعمل اختبار كفاءة برجع لمعمل مرجعي دولي أيوة بستقبل منه عينات مبهمة مجهلة وبفحص هذه العينات وببعث النتائج وبيصدر تأرير تقريبا نصف سنوي بنتائج هذه الاختبارات أي لو اجتزت هذه الاختبارات يعني بالتالي أنا حصلت على اختبار كفاءة اختبار كفاءة باجي بعد كده للاعتماد في جهة للاعتماد في مصر اللي هي الإيجاك اللي هي مركز الدولي للاعتماد المعامل تابعه للوزارة الصناعة هذا المركز الدولي للاعتماد المعامل تابع للأيلاك اللي هو الدولي اعتماد الدولي فبالتالي أنا لما بيعتمدني الإيجاك واعتمادني للأيلاك اعتماد دولي بيتم الزيارة للمعهد دي بصفة دورية كل سنة ايه احنا النهاردة اعتمادنا للمعهد اعتمادنا 12 قسم من 14 قسم تم اعتمادهم داخل هذه الأقسام وحدات تم اعتمادها طيب اعتمادي هو اعتماد اختبار ام انا النهاردة معتمد داخل معهد محصة حوانية ب146 اختبار داخل المعهد معتمد ايه اضافة لاعتماد المعامل بعض المعامل الفرعية ام عندي معامل المواني زي اسكندرية ايه زي دمياط زي برصعيد دون معتمدين ام نفس الكلام في بعض المعامل الأخرى زي معامل المرجعي للدواجد ايه وبعض المعامل الفرعية في الزعزيق او في دمصة او في الوفيوم لؤسر معتمدين اعتمادنا للمعامل دي بيدي مصداقية للنتيجة اللي بتطلع من عندك وبالتالي انت ما بتطلع نتيجة بتكون موثوب فيها اضافة لان احنا في حيات كتير بيتم تصدرها وبتصدر شهادات من المعهد صحة الحيوان ما بتصدروا عليها اللوجو بتاع الاعتماد بتاع الايلاك ده بيدي ثقة في هذه النتيجة وثقة في المعهد او المعمل اللي صادر منه هذه النتيجة دكتور عصام عايزين نتكلم عن التعاون الدولي للمعهد مع الجهات الدولية الأخرى الحقيقة المعهد دي تعاون دولي مع جهات متعددة احنا نتعاون دولي مع الجهات المؤسسات الدولية ايوة زي مثلا الفاو اللي هي منظمة الأغذية والزراعة والOIE اللي هي منظمة مظامة علانية لسحة الحيوان والWTO التعاون معهم وكمان لدينا تعاون مع بعض المعاهد البحثية زي معهد بيربرايت ده في انجلترا معهد بيربرايت ده بنبعد بصفة دورية عينات كل ستة شهور للتقييم بالنسبة للحمر القلعية هو مش تقييم اكثر منه انه هو تبادل او تعاون مع هذا المعهد في التحليل الجيني ايوة وفي المتابعة للتشخيص كمان في مؤلينة متابعة مع معهد فريدريك لوفلر في في ألمانيا في ومعمول توقامة معهم في الانفلوانزا وفي نيو كاسل في الدواجن ايوة وده كان في 2011 لنا تعاون مع معهد هربن في الصين الحقيقة معهد هربن في الصين يعني في بعض الزمل كتير سفروا على هذا التعاون في مجال الانفلوانزا او في مجال البروسيلا الحقيقة الصفر الغرض منه اننا بيطلع الباحث بيشوف ايه جديد ايه جديد في وسائل التشخيص ايه جديد في مصادر الاجهزة المجودة في داخل هذه الدول والتعاون بينقل هذه المتطلبات بينقلها الى داخل المعهد فبالتالي احنا بنسفيد بان احنا بنطور وسائل التشخيص بتاعتنا كمان لي نتعاون مع سانديا لاب معامل سانديا دي موجودة في امريكا في الامان الحيوي وده ساعتنا في ان احنا انشأنا اول جمعية للامان الحيوي في مصر وفي افريقيا وده انشأة في 2009 هي برئاسة الاستاذ الدكتورة مونة محرز الجمعية دي الحقيقة كان لها دور كبير او دور رائد في انها نشرت مفهوم الامان الحيوي في المزارع او في المعامل داخل كل منشآتنا اذا كانت في المعامل احنا عملنا دورات تدريبية داخل الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس وفي جامعة الدمانهور وفي بنها وفي المركز القومي للبحوث وفي اماكن كتير حقيقة عملنا فيها اضافة تماما لداخل المعهد عملنا مؤتمرات لنفس الكلام بالنسبة للامان الحيوي خطة المعهد او الاستراتيجية الخاصة بالمعهد خلال الفترة القادمة ان شاء الله والحقيقة طبعا احنا بالنسبة لنا في معهد بخصة الحيوانية احنا همنا جدا ان احنا نبقى احنا دولة رائدة ومصر الليها كاينونة وليها ثقل في الوضع العربي وفي الوضع الافريقي وفي وضع منطقة الشرق الاوسط فبالتالي لازم احنا كمعه مخصة الحيوانية نبقى على قدر هذه المسئولية طبعا وبالتالي احنا بندور النهاردة نبقى معمل مرجعي معمل مرجعي للعديد من الابراد وده اللي احنا بنسعى في الفترة الاخيرة احنا بنسعى ان احنا نبقى معمل مرجعي للإنفلونزا ومعمل مرجعي للحمى الكلعية داخل مصر وده احنا بنسعى له في الفترة الاخيرة كمان بنسعى داخل مع صاحة الحيوان مع انتشار مع منا الموجودة على مصصة الجمهورية النهاردة ان انا اطور اعدل البنية التحتية داخل هذه المعامل المعامل دي منشأة من فترة كبيرة من الزمن وبالتالي ممكن تكون تطويرها وتحديثها باحدث التكنولوجيات العالمية وده اللي بيتم حاليا ده اللي بيتم حاليا ان احنا بنحاول نطور حتى البنية التحتية لهذه المعامل ايه عملنا معمل جديد في الغردقة معمل على احدى استراز وده بيجانب هذا المعمل خدم على السياحة او المنشآت السياحية الموجودة في منطقة الغردقة وبالتالي بيوفر غزاء آمن للمواطن المصري وللسياح طبعا وبالتالي دي رسالة ايجابية للرجل السائح اللي جاي كمان هذا المعمل بجانب محجر سفاجة وبالتالي اي حاجة جاي عن طريق محجر سفاجة اقدر افحصها داخل هذا المعمل مش محتاج ان انا ابعتها للقاهرة كمان ان انا اطور بعض المعامل الفرعية الموجودة في المحافظات المتطرفة زي مثلا في قنع او اسوان او غيره ده بيساعدني كتير ان النهاردة يبقى عندي معمل لصلاحية اغذية داخل هذه المناطق ويكون معتمد فبالتالي النهاردة لو فيه اي عينات تم سحبها من السوق المحلي في هذه المحافظات مش محتاج خالص ان انا ابعتها للقاهرة عشان افحصها لا ده انا ممكن او نفس الكلام بالنسبة للصراح الحاملية فبالتالي انا بقى اقدر افحصها داخل هذه المعامل واخد الاجراء السريع وبالتالي بوفر كتير وفرت وقته ووفرت الخدمة اللي مفروض ان كنت بتاخدها في مكان اخر انت وفرت كتير قوي على هذا المكان بدل من ارسالها للقاهرة زي ما حضرتك قلت تمام يعني احنا بنتمنى التوفيق واحنا نقدر كده نقول ان احنا نطمن بقى على الثروة الحيوانية مصر بعد كل هذه المعامل المنتشرة في محافظات مصر والمعهد بيقدم خدمات كتير زي ما حضرتك قلتنا فاحنا كده نطمن على الثروة الحيوانية دكتور عسام ابراهيم وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للتشخيص المعملي وصحة الاغذية حريك شرفتنا في قناة النيل الأقبر اهلا وسهلا بك مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث على العلم الاسبوع القادم حلقة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة